بينما تتواصل المعارك بين الجيش الليبي والميليشيات المسلحة المدعومة من تركيا على أكثر من جبهة خرج المشير خليفة حفتر قائد الجيش للدعوة إلى إسقاط اتفاق السخيرات السياسية والمجلس الذي يترأسه فايزة سراجة حفتر طالب كذلك الليبيين بتفويد مؤسسة أخرى لإدارة شؤون البلاد مؤكدا أن القوات المسلحة الليبية ستواصل القيام بمهامتها في حماية الشعب الليبي ومقدرته إسقاط ما يسمى بالاتفاق السياسي وما نتج عنه من تنصيب غير مشروع لهذه العصابة العميلة وأن تقرر على الفور تفويد المؤسسة التي ترونها أهلا لقيادة المرحلة القادمة وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح قد كشف في وقت سابق عن خارطة طريق لإنهاء الأزمة في البلاد تضمنت تشكيل مجلس رئاسي بالتوافق أو التصويت بين ممثلي أقاليم ليبيا وتحت إشراف أممية على أن يتولى المجلس بعد الموافقة عليه اختيار رئيس الوزراء ونائبيها فضلا عن تشكيل لجنة من الخبراء والمثقفين لصياغة دستور للبلاد يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية يقوم المجلس الرئاسي بعد احتماده بتسمية رئيس الوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة لتشكيل حكومة يتم عرضها على مجلس النواب لنيل الثقة ويكون رئيس الوزراء ونائبيه شركاء في احتماد قرارات مجلس الوزراء يأتي ذلك بينما خرجت في بني غازي مظاهرة أكد المشاركون فيها دعمهم للجيش الليبي مراضدين هتافات ضد المجلس الرئاسي وضد التدخل العسكري التركي في البلاد وتتزامن هذه التطورات مع تحذيرات دولية من مخاطر استمرار القتال في ليبيا ودعت متحدثة رسم الخارجية الروسية إلى تعيين مبعوث أممي جديد في أسرع وقت ممكن للعمل على تهديئة الوضع في الساحة الليبية